ما يخرب من ثلاثة أسابيع من الحرب في غزة احنا نهرض اليوم العشرين يعني تمينا تقريبا ثلاث أسابيع قصف مستمر وعنيف وقاسي أوقع العديد من الضحايا من المدنيين استهدف مستشفيات ودور عبادة وأحياء سكنية يعني مسألة مروعة جدا على مستوى الوحشية وتصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب زي ما قلنا قبل كده إسرائيل سلطة احتلال وتقصف مدنيين وطيطة عنهم مية وكهربا وتمنع وصول مساعدات غزائية ليهم أو تقيد منها أو تقلل منها فمسألة يعني فيها ما يمكن أن يشير إلى ارتكاب جرائم حرب زي ما قالت منظمة العفو الدولية تبقى لتقرير أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية حول الضحايا ووردت أسمائهم يعني من 7 أكتوبر يعني العمليات اللي قامت بها حماس ضد إسرائيل حتى ظهر يوم 26 أكتوبر بلغ عدد الضحايا 7000 تقريبا أو 7000 28 شخص منهم 2913 طفل و415 بالغ رجل وامرأة هذا الرقم لا يشمل المفقودين والذين تحت الأنقاط والذين تم دفنهم مباشرة والذين لم تتمكن المستشفيات من إجراءات تسجيلهم لأن الأرقام دي مبنية على المستشفيات يعني العدد الإجمالي أكبر من كده بكتير ده اللي التقرير عايز يقوله المساعدات طبعا تحت الضغوط المصرية والمحاولات المصرية الكثيرة والكسيفة وأيضا التدخل الأمريكي بدأت تتدفق إلى قطاع غزة مصر حريصا يظل المعبر مفتوحا ويقدم الدعم لأهل غزة ويقدم هذه المساعدات التي تقدمها مصر ودول أخرى المواد البترولية ليست من ضمن هذه المساعدات وده اللي بيقولنا أن المستشفيات قرابت تقف في جزء منها وقف وجزء منها قراب يقف يعني مسألة صعبة قوي والوقود يوشك على النفاذ في هذه المستشفيات إيه اللي بيحصل يعني مسألة فيها قصوة شديدة جدا في التعامل مع المدنيين اللي أصبحوا تحت مرمى النيران الإسرائيلية طول النهار العالم كله مختلف حواليه الموضوع دول بتأيد وشعوب بتعارض مظاهرات في كل حتة وكل مكان الناس بتتظاهر والناس حمالة تتكلم وضد الحرب في الملاعب في الشوارع في كل حتة حتى الغرب اللي بيتكلم عن حرية الرأي والتعبير عايز يديق الموضوع شوية وعايز يمنع المظاهرات مسألة كبيرة ومحيرة وصعبة لكن الحرب بتتسع وتتطور زي ما قلت لحضراتكم وربنا يسطر على المنطقة اللي فيها كثير من أوجه عدم الاستقرار وكان اللافعون أهل غزة زي ما قلت لحضراتكم من شوية إحنا النهاردة في مصر استيقظنا على حدستين سمعناه الحادثة الأولى سقوط طائرة مسيرة موجهة بدون طيار على مدينة طابة أحدثت أضرار مادية بجوار أحد المباني في جنب مستشفى طابة أصفل حادث حسب بيان المتحدث العسكري المصري عن إصابات طفيفة العدد ستة أفراد تم علاجهم وخرجهم من المستشفى وحاليا بتقوم الجهات المعنية بإجراء التحقيق والمتابعة في الأمر والوقوف على هذا الحادث وملابساته المختلفة وصرح مصدر سيادي لوسائل الإعلام قال لها إحنا حاليا بنبحث في مسألة إطلاق هذه الصاروخ أو المسيرة ومصر تحتفظ بحق الرد وكل الخيارات مفتوحة حادث آخر في نوابة سقوط مقذوف بالقرب من محط الكهرباء نوابة متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في موضع آخر قال إنه تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر وذكر أنه الطيران الإسرائيلي الحربي تعامل معه يعني معناها إنه فيه كثير من أوجه المخاطر والتحديات كثيرة اللي موجودة الولايات المتحدة قصفت مواقع في سوريا لحزب الله أو للوجود الإيراني حزبه ما أعلن فيه استهداف لبعض القوات الأمريكية في دول زي العراق مثلا الحوسين أطلقوا صواريخ زي ما يعني ما حدث اليام اللي فاتت يعني نحن نتكلم على منطقة توشك على الإشتعال الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الصحف العقد ومع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون كلم فيه قضايا بالغة الأهمية بتعبر عن موقف مصر منذ بدل أزمة يجب أن لا يتسع نطاق العمليات ليشمل مناطق أخرى خطورة شديدة لاتساع العنف في منطقة الشرق الأوسط تهديئة الموقف في غزة مسألة مهمة وأساسية النزوح أو الهجرة من أهالي غزة إلى سيناء ليس فقط غير مقبول مصري ولكنه يجهد القضية الفلسطينية لابد من استعادة الحديث حول المفاوضات وحل الدولتين وإذا كان حل الدولتين لم يكن قائما أو متاحا في الفترة الماضية فمع التهجير أو سيناريوهات التهجير اللي البعض بيروجها قد يكون أمرا مستحيل غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية طيلة الخمس جوالات الماضية من الصراع أدى إلى غياب الحل والابتعاد عن الأمل في استفاف الفرقة الرابعة المدرعة للجيش الثالث الميداني في السويس منذ أيام الرئيس قال الجيش المصري بقوته ومكانته وقدرته وكفاءته هدفه حماية مصر وأمنها قومي دون تجاوز دي رسائل مهمة جدا الأمن القوم المصري الحدود المصرية الكيان المصري لا أحد يستطيع أن يتجاوزه ولن تسمح مصري بهذا دي رسالة قوية ووضحة ومفهومة لكن برضو إحنا عايزين ندرك بعض أمور الحدود الشمالية الشرقية لمصر يجري فيها الآن عمليات عسكرية متسعة تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة الخطأ وارد إسرائيل ارتكبت خطأا بأحد القذائف طالت برج مرأبة قرب معبر الكرم أبو سالم واعتذرت عنه في الأحداث التي تحدث المختلفة زي حدس الطابة أو لنويب أو لما شابه يجب أن لا نستبق الأحداث أو نصل إلى نتائج سريعة لابد أن ننتظر نتائج التحقيقات والتي تعلنها مصر بكل وضوح وصراحة وشفافية والمتحدث العسكري أعلن عن هذا بوضوح فور وقوع حادث طابة وحادث نويب طبعا هناك أطراف كثيرة في المنطقة إسرائيل الفصائل الفلسطينية إيران ميليشيات تابعة ليه يعني أطراف كثيرة جدا قد تدخل على خط الصراع وخط النزاع طبعا نحن لا نتمنى هذا والرئيس عفتاح السيسي ومصر والقيادة المصرية حذرت أكثر من مرة من أن مسألة اتساع نطاق العمليات يضع المنطقة برمتها وهي منطقة مثخنة بجراح كثيرة يضعها على شفاء انفجار لكن مصر لديها من الرشادة والحكمة وطول البال والتعامل مع القضايا المعقدة بقدر كبير من الصبر تستطيع أن تضع المصالح القومية المصرية والمصالح القومية العربية في الاعتبار وهي تفعل كل ما تريد من أجل تهديد وإنهاء هذه الصراعات وزي ما قلنا من شوية وزي مصرح مصدر سيادي فإنها تنتلك دائما حق الرد وهناك رسالة واضحة وقوية أن الدفاع عن مصر هي مسؤولية أساسية بالنسبة للدولة المصرية والأمن القومي المصري خط أحمر اسمحونا نخرج بفاصل ونعود لاستكمال فقرة هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة